بيان القيادي والنائب الفلسطيني محمد دحلان نفى ما يتردد عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسته رحب بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين دعا الى تشكيل قيادة انقاذ وطني يشارك فيها الجميع دون اقصاء او استثناء طالب بوقف ودحر مسلسل العار الذي يمارس بحق القدس واهلها وبحق غزة واهلها طالب بضرورة الضغط والحراك المكثف لاكبار سلطة رامالله على التوقف فورا عن سرقة غزة واهلها طالب اعضاء المجلس التشريعية بالنظر في الموازنة العامة لحكومة التوافق